أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاك والتي نلتقي فيها الفنانة السورية رشا رزق وحديثا عن ألبومها الأخير ملاك والذي تهدي فيه أغنية رئيسية إلى أطفال السورية فتابعونا أهلا بكم لهذه الحلقة من هاشتاك ندعوكم دوما أن تكونوا بوفنا مباشرة على الهوائع بحساب سكاي بيجي مباشر وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك اختيار الموضوعات الحلقة والتعليق عليها فشاركونا صوت الطفولة لجيلنا كامل ردد في طفولته وفي صباه وحتى في شبابه شارات الكرتون الشهيرة كابتن ماجد ريمي القناص وعهد الأصدقاء حنجرة واحدة انطلقت بهذه الأغنيات فاستقرت في قلوب الكثيرين وها هي الآن تنطلق بأغنيات أخرى تهديد بها خوف أطفال سوريا في آخر أعمالها ملاك قبل أن نبدأ النقاش مع ضيفتنا لهذه الحلقة رشا رزق دعونا نتابع إحدى أبرز أغنيات ألبوم ملاك وهو عملها الأخير وهي أغنية سكر الشبابيك والتي سيدور عنها نقاشنا مع الفنانة رشا رزق بعد متابعة جانب من هذه الأغنية التي طرح الكيفة الخاص بها مؤخرا فلنتابع نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا تقولوا للريح لو كان كل شي منيح بعيون المسريح وقفي يا ريح لا تقولوا للريح لو كان كل شي منيح بعيون المسريح وقفي يا ريح لا تقولوا للضووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حلوه والفكرة الضل فكرة والله يعيشنا لبكرة سفرو الشباب يدفلوا الغواب بصحى الهواء الطير كن بالعربي الفصيح بالعربي الفصيح نزلوا الستاير غمضوا العيون نوم الهنا كل شي بليح كل شي بليح ما تقولوا للصوت رح نجلدك بالصوت ما تعالى كتير معنا كبير ما تقولوا للشمس حاكينا همس ما تطلعي ما دعنا عيون معنا عيون خليكن هيك ضلوا خلو كل شي بمحلوا والفكرة ضل فكرة والله يعيشنا لبكرة خليكن هيك ضلوا خلو كل شي بمحلوا خليها الفكرة فكرة والله يعيشنا لبكرة موسيقى سحر الشبابي في الولبوا سحر الهواء يطير كنت العربي الفصيح العربي الفصيح نزلوا الستاير هذا تنضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الفرنسية باريس الفنانة رشا رزقي لتحدثنا أكثر عن آخر أعمالها ألبوم ملاك أهلا بك رشا معنا في هذا اللقاء أهلا بكم مساء الخير شكرا جزيلا على الدعوة رشا سكر الشبابيك من تريدين أن يسكر الشبابيك الحقيقة أرسل رسالة تهكمية أقصد فيها بالعكس تمام أقصد فيها افتحوا كل الشبابيك ونحن بحاجة للتغيير ونحن بحاجة للضوء نحن بحاجة لرياح التغيير ولكني بهذه الرسالة التهكمية أقول فيها ابقوا كما أنتم وأغلقوا الشبابيك وأغلقوا النوافذ والستائر ودعوا كل شيء كما هو وكأنه كل شيء على ما يرام ولكن الحقيقة هي العكس تماما نعم إذن أنت تخاطبين أولئك الذين يحاولون تصوير الأمور دائما وكأنه لا يحدث هناك شيء وكأن الأمور طبيعية وجميلة رشا ألبوم ملاك قيل أنه هناك أو أنه مهدى بالأساس لأطفال سورية ما هي الأغنية تحديدا التي تهدينها لأطفال سوريا؟ هي أغنية ملاك سميت الألبوم على اسم هذه الأغنية لأنه أحسست بأن الضحايا الأهم في الحرب الطاحن التي تجري في سوريا هم الأطفال لأنه أصبح مستقبل سوريا والشعب السوري مستقبله هو الضحية لأن مستقبل سوريا هي الأطفال هو الجيل القادم وعندما يعاني الجيل القادم من تشرد ومن قتل وموت وحرمان من التعليم والصحة فإذن الوضع يكون أسوأ مما نحن نتخيل يعني فأقل الشيء ممكن يعني أن نقدم لهؤلاء الأطفال هو إصال صوتهم إذن دعيهم يستمعون الآن لجزء من أغنية ملاك هل يمكنك أن تجعليهم يستمعون الآن منك مباشرة لجزء من أغنية ملاك؟ تفضل نعم ملاك هلأ صار ملاك غمض عيون الدني ورفرف منها الشباك بلاي وبلاك ملاك نعم رشا إذا سألتك عن أكثر مسلسل من مسلسلات الكرتون التي غنيت شارتها الشهيرة تربينا جميعا صغارا وحتى في مراحل الصبا وشباب نردد نفس الأغنيات ما هي أكثر أغنية يمكن أن تكون قريبة إلى الطفل السوري ثم إلى الطفل العربي؟ يعني تتعدد المواضيع ما في أغني محددة بتصور أن هي قريبة للطفل السوري أو العربي يعني كل أغنية كان لها جوهة لأنها كانت مرتبطة بنوع معين من أنواع الكرتون يعني في أغاني مثلا تتعلق بقصص عالمية في أغاني تتعلق بقصص اجتماعية بالأخوة بالصداقة بمحبة الأم والأب والعائلة في أغاني تتعلق بأعمال فيها أكشن ورياضة وكل أغنية إلى خصوصية يعني فالأطفال أكيد حبوا هذه الأغنيات على تنوعها ولكن في أكيد أعمال أخذت نجاح كبير جدا أكثر من غيرها مثل مثلا ريمي مثل القناص فرسان الأرض عهد الأصدقاء أنستازيا عندما أعلننا أنك ضيفتنا هذه الأعمال نعم لهذه الحلقة يعني بداية من وسائل التواصل الاجتماعي وحتى مرورا بزملاءنا في العمل كل منهم يريد أغنية خاصة ارتبطت بذهنه إذا سألتك أنت راشا رزق ما هي الأغنية التي تريدين في هذا الشهر الكريم في هذه الأيام أن تهدينها لكل الأطفال من هذه الأغنيات يعني أغنية لرمضان لك الاختيار ولكن الكل يريد أغنية لو قلت لك عن كل أغنية قيلة ستغنين من الآن حتى صباح بعرف هذا الشيء فاختيار أحيانا بيكون صعب في أغنية بحبة وهي من عمل إيروكا رسمت بيتا صغيرا أسميته الأحلام في قلبي ينام وأزوره في كل منام نعم راشا يعني هي الخطرة على بالي هلأ نعم سنطلب بعد قليل مزيد من الأغنيات بالاسم وبالتحديد ولكن الحديث عن الفن والثورات والتغيير والرسائل يعني أنت خرجت من شارات الكرتون لأوركسترا اللاجئين ثم الآن ألبوم كامل تهدينه لأطفال سوريا سكر الشبابيك هي عن سوريا وأيضا ملاك لأطفال سوريا إلى أي مدى يستطيع الفن أن يحدث ذلك التأثير المرتجى منه؟ للفن الكلمة الأولى والأخيرة في بداية الثورة في سوريا كانت ثورة هتافات وأغنيات يعني كانت الموسيقى لها تأثير كبير كبير على الناس على هذه الشهية للتغيير لطلب الحرية للكرامة أكيد الفن له الكلمة الأولى وحتى لو علية أصوات الحرب والدم والقتل بالنهاية الذي سيبقى دائما هو تلك الذكرى ذكرى هذه الثورة وهذه الشعوب التي طلبت الحرية وليس أقدر من الفن والأغاني على حفظ هذه الذكرى لم يبقى لدينا من ذكرى مثلا لانتصاراتنا في فرضا بحروبنا سوى الأغاني كم نتذكر مثلا نحن أغنية سوريا يا حبيبتي انتصار مثلا لحرب أكتوبر دائما الفن هو خزان لذاكرة الشعوب وبنفس نقطة هو حافظ لتحريك هذه الشعوب نعم هذا هو السؤال نذهب الآن للأغنية جمهورنا على وسائل التواصل الاجتماعي يطالبك بإطالة هذا القدر مما تغنينا فهم يريدون أن يستمعون إلى صوتك أكثر وأكثر يعني أريدك أن تبدأ بواحدة من شعرات الكرتون مثلا لو طلبنا القناص أعرف أنك تحبين هذه الأغنية تحديدا لا أحيانا أحيانا من كتر الكم الكبير من الأغاني فبنسى أحيانا بعض الكلمات فما تأخذوني قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمناه في هدوء الليل من هو الصامد المغامر فيه وجه السيل يبعد عن عينيه الراحة يتحدى خصما في الساحة يرمي ويصيب الأهداف يسعى دوما لتحقيق الإنصاف هو خيال أبيه في الأحلام نسيت يوقضه في القلب الحساس لأنا الصوت عم يرجع عندي بالهيدفون عم يتكرر فشوي هيك عم يلبكني عم بس مع صوتي عم يتكرر بأدني بكل جملة بحكيها إذا تحدثنا عن الفن والثورة في ألبوم ملاكه والعمل الأخير أعرف أن لديك أعمال أخرى كنت تغنينا منذ أيام في المجلس حقوق الإنسان تقريبا في جينيفا أو الأمم المتحدة لا أذكر ولكن كانت هذه سوف أغنيها سوف أغنيها هل يمكن أن تخبرين عن لماذا ستغنينا هناك من سيشاركك الغناء ما هي تفاصيل هذه المرة هي دعوة إلى مركز السكوريتي كونسل مجلس الأمن مجلس الأمن تمام في جينيف وهي تعقيبا على محاضرة تتعلق بأثر الموسيقى على الشعوب وعلى التغيير السياسي وعلى الثورات وبالتالي كان البرنامج محدد واختيرة خماسي دمشق الوتري من أوركسترا المغتربين السوريين يعني هي جزء من هذه الأوركسترا ببرنامج غنائي لتقديم حفل بعد هذه المحاضرة أو الندوة وبالتالي أنا وزعت عدة أغنيات شيء من التراث وزعت أيضا أغنية يا ظلامة سجني خيم لهذا الخماسي الوتري لأنه أريد أن أهديها إلى كل المعتقلين في السجون السورية وفي السجون الإسرائيلية طبعا يعني كل حر اعتقل بسبب الظلم والطغيام يعني الأغنية لها رمزية كبيرة للشعب السوري والشعوب العربية جميعا نعم الآن ستغنينا لنا ريمي أو بوكيمون أي من الأغنيتين فهناك مطالبات كثيرة على الانترنت ثم بعد ذلك سنذهب إلى سؤال كما تستغنينا جزء من الأغنية المتعلقة بالسجن آه نعم طيب خلينا نبلش أغنية السجن بما أننا يعني حكينا بالموضوع تفضل يا ظلامة سجني خيم إننا نهوى الظلامة ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى هذه مرة أخرى فيها قدر كبير من السخرية لا أحد يهوى الظلام كما تعرفين ولا أحد يريد أن يبقى قابعا في السجون ولكن هذه أغنية مهدى منك إلى كل منهم في السجون المصرية والسورية والإسرائيلية كل منهم وراء القطبان الآن يمكن أن نذهب إلى ربما ريمي حيث أن لدينا مطالبات كثيرة بريمي وبوكيمون وربما عهد الأصدقاء كل الأغنيات مطلوبة رشا فيمكنك الاختيار والبدء بريمي عهد الأصدقاء نسيت كلمات يمكن ريمي مررت بخاطر فكرة عبرت ظلت الذكرى نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل ضروب قد قطعتها أفينا البعد أم فيها نسينا عيبنا في الأمس لم نسأل ريمي 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 لا أعتقد أنك ستتوقفين عن غناء هذه الشارات فهي تتردد كثيرا ولا يمل أحد منها وربما يعد هذا نجاح كبير تغطفظين به في قلبك بالتأكيد عودة إلى تأثير الفن وأثره وأيضا الرسائل الكبيرة المحملة كيف تعلقين على القيود الموضوع على الفن السوري تحديدا في هذه اللحظات الفن السوري خارج في سوريا خلاص أكيد ما عد في قيود عليه يعني الفنانين السوريين بكل أنحاء العالم كلهم عم يحكي عن قضيته اللي هي قضيتنا جميعا اللي أصبحت قضية مركزية عربية وقضية أيضا عالمية صار هم عالمي يعني وضع الحرب في سوريا واللاجئين السوريين هذا صار قضية عالمية فالفنانين السوريين بكل أنحاء العالم أكيد عم يعبروا عم يستطيعوا التعبير عن كل ما يريدونه إن كانوا عم يحكوا عن القضية السورية أو لا أكيد يعني الفن بقلب سوريا حاليا أكيد يتعرض لضغوطات كثيرة وليس الفن فقط الحريات كلها تتعرض لضغوطات الإنسان والعدالة وكل شيء هذا الشيء ما في داعي نحكي عنه لأنه صار من البديهيات ولكن أكيد من يريد أن يتحدث بكل حرية ويعبر بكل حرية عن فنه كسوري في كل أنحاء العالم لأنه للأسف نحن صرنا يعني منتشرين مفرطعين ومهجرين في كل أنحاء العالم أكيد يعني منقدر نعبر بكل حرية طيب رشا يعني بالتأكيد هناك حاجة إلى التعبير بكل حرية الموسيقى تستطيع الوصول بسهولة شديدة جدا ما هي الأغنية التي يمكنك الآن أن تغنيها لنا وتحمل رسالة لمن يشاهدوننا ولمسؤولين ومتخذي قرار بأنهم يجب أن يتركوا مساحة أكبر للفن ليعبر عن رسالة حرة وبريئة من أغاني الألبوم اللي كتبتها في أغنية كنت حابة أهديها يعني أو أوجها لسيدة الأولى في سوريا وهلأ رح أغني مقطع منها يعني نزلتها بالألبوم يساكينا بالعالي قولي لأميرك الغالي يساكينا بالعالي قولي لأميرك الغالي كانوا الناس نطرينوا لا يحمل سيف وسكينوا ويحاسب كل محبينوا اللي أكلوا روحي ومالي يساكينا بالعالي نعم يساكينا بالعالي طيب راشا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة يعني السريعة جدا المليئة بالمقتطفات من الأغنيات أعيدين مرة أخرى إلى شارات الكرتون بواحدة أخيرة من الأغنيات نختتم بها هذا اللقاء كابتن ماجد كما يقولون في الكلمة حسب زاكرتي تفضل كابتن ماجد حسب أي نسخة لأنه كان في كذا نسخة الخطرة على بالي أغنية أناستازيا تفضل لمحبين الفيلم أهلوا في الأحلام أهدي لونا ذابي أهدي لا أستثني صغير لونا يهدي الناس شمسا تكشف دربي لونا أكثر منه مصير أو لونا عقوى من الأوهام لو نحبه للأيام هذا اللي بتذكره نعم إذن رشا رزق صاحبة الصوت الجميل صوت الطفولة أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء نتمنى لآخر أعمالك النجاح والتوفيق وأن تصل رسالة من هذا العمل لكل من يجب أن تصل إليه يا مشاهدين تكون حلقة الليلة من هاشتاق قديمة تذكروا دوما أن ترسلون بقضاياكم وقصصكم على واقع أن يتغير أو على الأقل وعا أن يزداد بهاشتاق لكم تحياتي أنا حياة اليمن وإلى اللقاء موسيقى